أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين من المواقع المحلية اليمنيون يحتفلون في الذكرى السابع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر من عدن الغد مدينة سكنية بعدن مهددة بالغرق والسكان يفرون وفي أخبارنا المنوعة محكمة أمريكية تعد ملفا كاملا لمحاكمة امرأة ركلت كلبها أهلا بكم في عدة مدن يمنية أوقد الثور والقيادات العسكرية والمحلية شعلت الثورة فيما منعت جماعة الحوثي المسلحة الامتدادة الطبيعية لحكم الآئمة الذين أطاحت بهم ثورة سبتمبر 1962 احتفالات الثوار في مناطق سيطرتها وعنون موقع يمن مونتر اليمنيون يحتفلون في الذكرى السابع والخمسين لثورة 26 سبتمبر قال الموقع أنه وعلى الرغم من أن الحوثيين لم يعلنوا صراحة عداءهم لثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 لأنهم يمجدون ما يسمونه ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر 2014 تاريخ اجتياح الجماعة المسلحة للعاصمة صنعاء وبعض مدن البلاد ويتحاشى الحوثيون معداد ثورة 26 سبتمبر حفاظا على الإبقاء على الشراكة التي تجمعهم بحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لكن بعض ناشطي الجماعة لا يخفي العداء الدفين لهذه الثورة التي أسقطت حكم الأئمة وجاءت بالنظام الجمهوري ركز الموقع على الاحتفال بالثورة على قمم الجبال ففي منطقة نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة اليمنية الصنعاء والتي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين أوقد قائد المنطقة العسكرية السابعة لرقد محصن الخب شعلة الثورة في أعالي جبال نهم بمشاركة وحدات رمزية من قيادة المنطقة العسكرية السابعة وعن احتفالات المدينة المحاصرة قال الموقع أن تعز احتفلت وهي تحت الحصار وعلى مرمى مدافع الميليشيا أوقد القادة العسكريون والأمنيون في عتاق عاصمة محافظة شبوى شعلة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيد وعنون موقع الصحوانت لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي شبوى توقن شعلة السادس والعشرين من سبتمبر في مدينة عتاق وحسب مراسل الصحوانت فقد شهدت مدينة عتاق مساء الأربعاء حفلاً فنياً وخطبياً بهيجاً هو الأول منذ سقوط شبوى في يد الميليشيا الحوثية في 2015 ثم سيطرت ميليشيا النخبة الشبوانية على أنحاء واسعة من محافظة شبوى حيث أوقد قائد المحور العميد عزيز العتيقي شعلة الثورة وسط حضور كبير من المواطنين وجنود وضباط الجيش الوطني وتخلل الحفل الفني بهذه المناسبة الوطنية عدداً من الفقرات الخطبية والغنائية التي تغنت بانتصارات شبوى وكسر الانقلاب الحوثي والانتقالي وبسط سيطرة الدولة على المحافظة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثورة بحجم وقدر الإنسان اليمني وتاريخه وما يستحق من كرامة وحرية ومسواه ووطن رفيع المقام متقدم الدور ودولة تحفظ الهوية وتصون جوهر الدين ونقائه وترفع من شأن الوطن ومكانة المواطن هكذا كتب أحمد عثمان مقاله في الصحوانة مضيفاً لم تكن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مجرد عملية عسكرية لقلب نظام حكم ملاكي بآخر جمهوري كما يحدث في بلدان العالم بل هو أمر أبعد من ذلك بكثير يختلف تماماً عن مسار التغير الحاصل في أي مكان ويقترب إلى مستوى الثورة على الكنيسة والكهنوت الديني في أسوأ حالاته ثورة السادس والعشرين بستمبر استهدفت تغير قيم وثقافة وعقيدة منحرفة ومتخلفة تستعبد الإنسان باسم الله وتتبع ثقافة تكريس عقيدة الأساطير والأكاذيب باسم الإسلام السمح ومناقضة لمقاصده في الحرية والمساوى وكرامة الإنسان كإنسان لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى ومبدأ الحكم شورى يخص الناس والشعب ويرتبط بالاجتهاد وبتطور أساليب الحكم بما يخدم شكل الحكم وتطوره كمعبر عن مصالح الإنسان ومهمة العمران الحضاري لما يستجب للظروف ومطالب الزمان والمكان لقد حولت الإمامة ونظرية البطنين الإسلام الذي أرسل رحمة للعالمين ولتحقيق مبدأ المساواة إلى وثيقة ملك أسري وحكم سلالي وعقيدة استغلال للعقد والروح والدين بشكل غريب يعتدي أول ما يعتدي على الدين ومقاصده كنوع من الخرافة التي تسلب الإنسان إرادته واختياره بأساليب الشحن العاطفي وتسويق الأحقاد والتحريض التاريخي وتكرار الأساطير وتقديس الخرافة بصورة أقرب إلى الشعوذة السوداء وبهلوانات السحر والطلاصم والقرطنة مرتكزة على العنف والتجهيل المتعمد ومحاربة العلم بوسائل عنصرية مقيتة تحصر العلم والحكم بسلالة وتحدد لبقية خلق الله مستوى التحصيل العلمي الذي لا يتعدى القراءة والكتابة وبالكثير حفظ كتب فقية محدودة ككرم محدود يتناسب مع مستوى الخدم والعبيد ورعاع الناس وعامة الشعب منذ سيطرة ميليشيا الانتقال على عدن وطرد الحكومة الشرعية تتحول المدينة الأجمل في اليمن إلى أن تصبح قرية ونطالع معالم هذا التحول من خلال مجموعة من العنوين المنشورة في واحد من أهم المواقع الإخبارية في المدينة ووفقا لموقع عدن الغد محطة الحسوى تحتضر وتجهيزاتها تسرق قال تقرير صادر عن المحطة أن قطع الغيار يتم سرقتها من المحطة والتي باتت متهالكة أو الغاير ولم تعد قادرة على إنتاج الكهرباء بشكل سليم عن عنوان متصل شركات الكهرباء المستأجرة تعلن وقف نشاطها في عدن يوم الاثنين القادم وعنوان أيضا مشروع سكني بعدن مهدد بالغرق في مياه المجاري وسكانه يناشدون مجددا وقال الموقع أن أحد المشاريع السكنية في مدينة عدن مهدد بالغرق في مياه الصرف أكثر من أي وقت مضى بعد محاصرة المياه له من أغلب الجوانب ويعاني سكان مشروع مجور السكني بمنطقة الممدارة بالشيخ وثمان من طفح المياه بعد تعطل مشروع مياه الصرف الصحي الخاص بالمشروع واضطر العديد من سكان المشروع والمنازل القريبة منه لمغادرة مسكنهم بسبب تفجر المشروع وعدم وجود حل من المسيطرين على المدينة مرة أخرى نؤكد لا بد من ضحض فكرة الإمامة وإلى الأبد ولا بد من التسليم بأنها لن تعد سوى مجرد تاريخ هذه فقرة من مقال كتبه السفير اليمن في الأردن علي العمران المعاد نشره في بلقيس مضيفا في أجزاء منه يوم السادس والعشرين من ستمبر ألف وتسمائة واثنين وستين لم تصنعه شمس الضحى كما قال الزبيري لكن صنعته إرادة رجال وطنيين ونتجا عن معاناة استمرت قرونا وكانت تبدو أحيانا أنينا وغادت في ذلك اليوم المجيد صيحة تصغي لها الأمم سيقول التاريخ أن يوم الحادي والعشرين من ستمبر 2014 كان نكبة وطنية وكارثة بكل المقاييس ولن يخرجه المؤرخون عن سياقات فتنة الألف عام التي تسببت فيها الإمامة منذ نشوئها وجعلت اليمن السعيد يعيش في ذيل الأمم ثقافيا وحضاريا واقتصاديا وسياسيا ومع أن ذلك اليوم وما سبقه من أيام النحسات وما ترتب عليه من تبعات قد يكون من أخطر وأفدح ما تعرضت له اليمن في تاريخها لكن يبقى التحدي هو أن يكون آخر فتنة إمامية ويكون التحرر من تبعاته بداية مسيرة اليمانيين نحو تحقيق الذات واستعادة العزة ونيل المكانة اللائقة بين الأمم على نحو دائم وأبدي ونهائي يبدو أن هناك تفكيرا بديلا تحوليا في جعل الإمامة والولاية تأخذ شكلا من ولاية الفقه في حال ما بدا أنه استحالة إمكانية عودة الإمامة في شكلها التقليدي التاريخي ولا بأس حسب تفكيرهم أن يكون النظام جمهوريا شكليا مثل إيران وقد تبدى الترويض والتهيئة للنموذج المنشود القريب من نموذج الولي الفقيه قبيل اجتياح صنعاه وتزايدت الوتيرة في فترة ما بين الاجتياح والانقلاب عندما كانت صعدة محطة كبار السياسيين اليمنيين والمبعوث الأممي ووفد الروسي ربما لا يدرك كثيرون بأن نموذج ولاية الفقيه الذي تمخضت عنه ثورة إيران سيكون من التاريخ عما قريب وبمناسبة أحياء اليمنيين لذكرى ثورتهم تذكر صحيفة العرب الجديد أو تذكر بواحدة من عدات الإمامة الذين كانوا ينشرون الجوع ويزيدون عدد الجوع وهو ما يحدث حتى اليوم وعنونة العرب الجديد منتهية الصلاحية تبديد المساعدة الغذائية في مناطق الحوثيين قالت الصحيفة أنه بين فترة وأخرى يعلن في اليمن عن إطلاف مساعدات غذائية منتهية الصلاحية في مناطق سيطرة الحوثيين فتتبادل أطراف عدة الاتهامات ما بين سلطة محلية ومنظمة دولية وكلما أطلفت مساعدات غذائية منتهية الصلاحية في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن اتهمهم برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة بممارسة أعمال تعيق توزيعها أو إدخالها إلى بعض المناطق إلى حين انتهاء صلاحيتها فيما يدعي الحوثيون أن المساعدات وصلت إلى اليمن منتهية الصلاحية في الأساس وبين الطرفين يحتاج كثير من اليمنين على عدم تمكينهم من الاستفادة من المساعدات يقول أحد سكان صنعاء أن أخبار إطلاف المساعدات الغذائية تنزل عليه كالصاعقة خصوصا أنه لم يستلم حصاته الشهرية من برنامج الأغذية العالمي منذ يونيو الماضي يضيف للعرب الجديد السلطات المحلية في صنعاء هي المسؤولة الأولى عن إطلاف تلك المساعدات من جراء تخزينها لفترة طويلة في مخازر الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وعدم توزيعها فور وصولها إلى البلاد ولا يمكن أن تدخل المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني من دون ترخيص من الجهات المختصة عند وصولها لذلك فإن من المؤكد أنها تلفت بعد وصولها نشير إلى أن السكان يعانون ظروفاً إنسانية بالغة السوء منذ بدء الحرب قبل أكثر من أربع سنوات ويعتمدون على المساعدات الإغاثية ليفاقم إطلافها من معانيتهم في جولتنا بالصحف الفرنسية ومن صحيفة لويغاؤو وتحديداً نطالع عنوان اليمن مليونات طفل خارج المدارس وفي التفاصيل قالت الصحيفة التي ترجمت لقناة بلقيس أنه بمناسبة العودة إلى المدرسة في البلد الذي يعيش حالة حرب أفادت اليونسف أن مليون طفل يمني لم يلتحقوا بالمدارس بمن فيهم قرابة نصف مليون ممن تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015 أضافت اليونسف في بيان أن تعليم أكثر من ثلاثة ملايين طفل إضافي بات على المحك حيث لم يتم دفع رواتب المعلمين لأكثر من عامين وقالت سارة نيانتي ممثلة اليونسف في اليمن تسبب العنف والنزوح والهجمات الكثيرة في الحيلولة دون وصول العديد من الأطفال إلى المدارس أضافت تعرض الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة لمخاطر من جميع الأنواع بما في ذلك إجبارهم على المشاركة في القتال أو العمل أو الزواج المبكر 26 سبتمبر ميلاد وذكرى ومسار تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في كولا لنبور عادل محمد با حميد مقاله المنشور في عدن الغد مضيفا تأتي الذكرى السابعة والخمسون لثورة السادس والعشرين من سبتمبر لتجدد في اليمنيين روح الثورة الأم التي أنهت عقودا من الاستبداد الكهنوتي يوم أن أطبق على الوطن وأبنائه فسامهم الجوع والفقر والمرض ولتكون محطة تجدد العهد وتبعث الأمل من جديد خاصة وأن الوطن يعاني من ويلات انقلاب كهنوتي يريد إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وأن يرهن الوطن وأبنائه مرة أخرى لحكم الأسرة والسلالة بعد أن رسخ الثورة السادس والعشرين من سبتمبر قيام العدالة والمساواة بين الجميع لذا فالاحتفال اليوم بالسادس والعشرين من سبتمبر إنما هو احتفال وتأكيد في الوقت ذاته على الهوية اليمنية الأصيلة التي يحاول اليوم الانقلابيون والإماميون الجدد طمسها بهوية أخرى لا تمت لليمن ولا لليمنيين بصلة فتراهم يبرزون يوم انقلابهم الأسود على الوطن والشعب والدستور في الواحد والعشرين من سبتمبر ليحل محل الثورة الخالدة التي دكت عروشهم لذا نؤكد ونعلنها دوما أنه لا سبتمبر إلا السادس والعشرون وما سواه فانقلاب وبهتان وبطلان تأتي أهمية الحدث كونه وحد اليمنيين شمالا وجنوبا حول مفهوم التحرر والانعتاق من ربقة الاستبداد والظلم فسبتمبر أنتجت أكتوبر وأكتوبر وصلت السير على درب وخطى أهداف سبتمبر فتحرر اليمن بشطريه آنذاك من قيود الإمامة وأغلال الاستعمار وتمجيد هذه الذكرى الخالدة والاحتفال والاحتفاء بها إنما هو تجديد للعهد للمضي على أهداف الثورتين وفاء لدماء الشهداء التي سهلت وأرواحهم التي ارتقت دفاعا عن الوطن حاضره ومستقبله وبوصلة تلتقي حولها وتستنير بها وتصطف في ظلها كل الجهود المقاومة اليوم رسميا وشعبيا للمشروع الإمامي الكهنوتي السلالي الجديد الذي يقوده الحوثي ومن التقت مصالحه معه ومن غرر بهم تشهد الولايات المتحدة ضجة كبيرة أبطالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشخصيات أجنبية وتثار أسئلة حول نزاهة وسلوك ترامب وادعاءات حول خصم السياسي جون بايدن تشبه هذه القضية إلى حد ما سيناريو مزعب التدخل الروسي عام 2016 في الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب ضد منافسته آنذاك هيلاري كلينتون وعنوان موقع الفي بي سي قصة المكانمة الهاتفية التي قد تنهي رئاسة ترامب يقول معارض ترامب بأنه استخدم صلاحيات الرئاسة في الضغط على رئيس أوكرانيا بهدف الحصول على معلومات تضر بمنافسه السياسي الديمقراطي جون بايدن وفي الوقت نفسه يزعم ترامب وأنصاره أن نائب الرئيس السابق جون بايدن استغل سلطته للضغط على أوكرانيا لوقف تحقيق جنائي قد يورط ابنه هانتر وجون بايدن هو المرشح الأول عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة للعام المقبل وسيكون في مواجهة ترامب في السباق على الوصول إلى البيت الأبيض في الخامس سوال العشرين من يوليو من العام الجاري أجرى ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني زيلينيسكي ويزعم أن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع نائب الرئيس السابق بايدن ربما ناقش ترامب أيضا مسألة المساعدات العسكرية التي تقدر قيمتها بمبلغ 250 مليون دولار والتي وافق الكونغرس على تقديمها لأوكرانيا المساعدات التي أخرتها إدارة ترامب حتى منتصف سبتمبر الحالي تقول صحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أمريكية أخرى أن ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة مايك موليفاني وقف المساعدات قبل أسبوع على الأقل من ذلك الاتصال الهاتفي هل أكد ترامب أي من هذه المزاعم؟ الجواب نعم إلى حد ما أكد أنه تحدث مع إلا زيلينكي حول مشكلة الفساد وأمور أخرى من بينها جون بايدن وابنه هانتر أضاف كانت محادثة لطيفة ومثالية عبر الهاتف وتريد الولايات المتحدة أن تتأكد من أن أوكرانيا بلد نزيه ومن الأخبار الأكثر تداولا ما حدث لإمرأة أمريكية ركلت كلبها ونطالع من الشرق الأوسط توقيف أمريكية بسبب فيديو لها تركل فيه كلبها قلت الصحيفة أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على إمرأة أمريكية وقامت بتوقيفها بعد تصوير الأخيرة وهي تركل كلبها بالقرب من المقتورة الخاصة بها بولاية فلوريدا وتواجه ميشيل سايبر 26 عاما تهمة القسوة على الحيوانات بعد أن قام رجل بنشر فيديو لها وهي تعامل كلبها بطريقة عنيفة ويظهر الشخص الذي صور الحادث من سيارته وهو يتوجه للمرأة بالكلام ويطلب منها التوقف عن التعامل مع كلبها بشكل سيء للغاية وتم احتجاز المرأة في سجن وهي حاليا تنتظر المحكمة بطريقة فريدة بين الرؤساء الأخيرين للولايات المتحدة لم يطرح ترامب أبدا فكرة أن على الولايات المتحدة حماية إمدادات نفط بقية العالم هذا ما كتبه أستاذ التاريخ ومؤلف كتاب التاريخ غير الطبيعي للكوارث الطبيعية في أمريكا كيف جونسون في مقاله المعاد نشره في الغد مضيفا في هذا الصيف تماما بينما كانت تهدد إيران بوقف صادرات النفط من المنطقة وتطير قارق المستهلكين في أوروبا وأسيا ألقى ترامب ضوءا على أربعة عقود من إجماع واشنطن كتب ترامب في تويتر لماذا نقوم بحماية خطوط شحن الدول الأخرى لسنوات عديدة مقابل تعويض يساوي صفرا بل إننا لسنا في حاجة إلى أن نكون هناك بما أن الولايات المتحدة أصبحت لتوها وبفهرق كبير أكبر منتج للطاقة من أي مكان في العالم ولم يغير ترامب لهجته كثيرا حتى في أعقاب الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية في نهاية الأسبوع قبل الماضي حيث زرع المزيد من الشك والقلق لدى المملكة العربية السعودية وبقية دول المنطقة من أن الولايات المتحدة ربما لا تكون راغبة في تقديم الدعم لها بنفس المقدار كما كان الحال في الماضي ومع ذلك من المفارقات أنه على الرغم من انتقاد ترامب المركز لالتزام الولايات المتحدة من جانب واحد بحماية إمدادات الطاقة العالمية فإنه يظل قريبا من فكرة كارتر الأصلية أن حماية تدفقات نفط الخليج يجب أن تكون جهدا جماعيا والذي ينبغي أن تشارك فيه كل دولة تعتمد على نفط المنطقة الحجة الرئيسية لاستمرار الولايات المتحدة في تحمل عبء يتكلف ما يقدر بنحو واحد وثمانين مليار دولار في السنة تتكون في الأساس من شقين الأول أن ضمان وصول نفط الخليج إلى السوق العالمي يبقي أسعار النفط مستقرة حتى في الولايات المتحدة نفسها ويساعد في دعم الاقتصاد العالمي والثاني يقول الخبراء أن الوجود طويل الأمد للقوات الأمريكية في المنطقة يوفر للولايات المتحدة فوائد ضمنية غير ملموسة هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تسعى إلى لعب أدوار أكبر في المنطقة الألوان لا تزيد الصور جمالا كل مرة بل أحيان تزيد الصور حزنا حيث تتسم مأساة بعض بألوان واضحة وتعابير أوضح بعض من الصور الجميلة وأخرى خزينة نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والصورة ويحمل الكثير من المعاني ويختصرها في رسمة واحدة مجموعة من هذه الرسوم في آخر جولة في حلقة اليوم بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشف الصحافة نلقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء